صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية بين مصر والصعودية في جميع المجالات إلى مستويات أكبر والتعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة وذلك يحتل الأولوية بالنسبة للبلدين خلال لقائه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أكد مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في حال 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين وأنه حريص بشكل شخصي على متبعة هذا الملف المهم أضف مدبولي أن الحكومة تعمل على تسريع الجهود المبذولة لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية وتجديع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من جانبه صرح الوزير السعودي خالد الفالح أنه على مدار يومين جرى العمل في العالمين الجديدة فيما يشبه خلية نحل مع الوزراء المصريين المعنيين لبحث الملفات المشتركة التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب لفتا إلى أن هناك تودها بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر وتودها بتحويل ودائعين في مصر إلى استثمارات ترجمة نانسي قنقر